السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد الرسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس شاهداً لنا لا علينا يوم القيامة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اصلح أعمالنا وأصلح لنا نياتنا اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً صالحاً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتقبل منا قراءة القرآن اللهم إننا نسألك أن تتقبل دعاءنا وتتقبل صلاتنا نسألك اللهم بأسمائك الحسنى والصفاتك العلا أن تعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين نواصل أيها الإخوة والأخوات مع موضوع زكاة الفطر وقبل أن ننتقل إلى باقي الموضوع لا بأس أن نذكر بما رأيناه في درس الأمس إن شاء الله تعالى قلنا بأن زكاة الفطر هي الصدقة التي يخرجها الصائم في آخر رمضان وقلنا أن الحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفذ وطعمة للمساكين وقلنا أن حكمها الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر واجبة فرض على كل مسلم ومن شرائط وجوب زكاة الفطر أولاً الإسلام وثانياً أن يكون هذا الذي يدفع الزكاة أن يكون قادراً على إخراجها ثم ذكرنا من تجب عليهم زكاة الفطر وذكرنا الحديث الذي يبين ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين الحديث رواه البخاري حتى من لم يصم الذي لم يصم لأي سبب فإنه يخرج زكاة الفطر مثل المسافر الذي كان مسافراً ولم يستطع أن يصم المريض سواء مرضاً يرجى برؤه أو المريض مرضاً لا يرجى برؤه فإنه يدفع الزكاة وكذلك الكبير في السن الذي لا يستطيع أن يصم المرأة الحامل والنفساء والمرضع إلى آخره كل ما كان له عذر ولم يصم فإنه كذلك يدفع هذه الزكاة زكاة الفطر وقلنا بالنسبة للجنين فإنه يستحب إخراجها عنه وليس بواجب فإنه يستحب اشتركوا في القناة 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 عندما تكلمنا عن وقت وجوب أدائها متى تعطى؟ تعطى زكات الفتر للمستحقها قبل صلات الفتر للموقع سننطقه للموقع قبل صلات الفتر للموقع قبل صلات الفتر بعد ذلك رأينا مسألة إخراج زكات الفتر قبل وقتها وقلنا بأن العلماء عندهم ثلاثة أقوال أو ثلاثة آراء القول الأول وهو رأي أبي حنيفة الذي يقول بجواز تعجيلها يعني دفعها قبل السنة والسنتين والقول الثاني وهو قول عند الأحناف والشابعية بجواز إخراجها من بداية رمضان والقول الثالث وهو قول عند الأحناف والمالكية والحناب الله وهو أنه يجوز تقدم زكات الفتر بيوم أو يومين من يوم العيد الثالث وهو قول عندما يتقدم زكات الفتر الثالث وهو قول عند الأحناف والشابعية الثالث وهو قول عند الأحناف والشابعية ما هو المقدار الواجب في زكات الفتر اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في الفترة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفترة منها ما عدأ القمح فإنهم هناك اختلاف المقدار كل الزبيب التمر إلى آخره كل هذا جميع الفقهاء الفقهاء متفقون على أن الصاع سوف نتكلم عنه ما هو هذا الصاع الذي يعني المكيان أما بالنسبة للقمح فهناك قولان القول الأول ذهب إلى هذا القول جمهور المالكية والشابعية والحنابلة فقالوا أن الواجب إخراجه في زكات الفتر بالنسبة للقمح هو صاع وستدلوا على وجوب صاع من بور وهو نوع من القمح أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقب فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت وهذا الحديث أخراجه البخاري والمسلم Donc quelle est la nature de la زكات الفتر et sa valeur Les فقها sont d'accord pour dire que ce qui est obligatoire de donner comme زكات الفتر est un صاع et le صاع on avait dit que c'est une mesure tout à l'heure on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire un صاع donc ce qui est obligatoire c'est un صاع de toutes les variétés qui peuvent être données sauf pour le blé il y a deux avis premier avis le جمعور c'est-à-dire la grande majorité des savants parmi les maliquites et les شفعites et les hanbalites disent que ce qui est obligatoire pour le blé est un صاع et leur preuve c'est le hadith de Abu Sa'id Al-Khoudri qui dit du vivant du prophète nous acquittions de la زكات الفتر à raison d'un صاع de blé d'orge de fromage ou de raisins secs et je ne cesse il dit Abu Sa'id Al-Khoudri et je ne cesse de donner ma zakaat ainsi tant que je suis vivant il dit même que la zakaat est un qui est un qui est أن الواجب في زكات الفتري من القمح هي نسف الصع وكذلك دقيق القمح وكذلك دقيق القمح Donc le deuxième avis est celui des Hanafites Ils disent que ce qui est obligatoire du blé c'est de donner un demi-صع Et c'est la même mesure pour ce qui concerne la farine du blé إذن الصع ما هو الصع؟ الصع المقصود هو يعني المكيال الذي كان يكيل به أهل المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال به مكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة هذا الحديث رواه أبو داود والنساء والطباراني والصع من المكيال الصع يعني هو هذا المقدار من المكيال الذي كان يستعمله أهل المدينة فواجب أن يكون بصع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم donc le صع dont on parle pour زكات الفتر est le صع des gens de Médine c'est l'unité de mesure on va dire des gens de Médine car la norme de mesure que le prophète عليه وسلم a choisi est celle des habitants de Médine et la preuve c'est le حديث de ابن عمر رضي الله عنهما dans lequel le messager d'Allah صلى الله وسلم a déclaré la mesure est celle des habitants de Médine et le poids est celui des habitants de Mèque de la Mèque ce حديث est rapporté par أبو داود والنساء والطباراني والمكيال يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع عندك صاع يعني مثل الوعاء هكذا وندخله مثلا في القمح ونأخذ منها هذا القمح إذن هذا الصاع لكن المكيال ما فيه فيختلف إذا كان زبيب إذا كان طمر إذا كان قمح لذلك يجب أن يمتلأ الصاع ونتأكد من أن الصاع مليء بالشيء الذي يعني فيه والصاع النبوي الصاع النبوي هو أربعة أمداد والمد والمد الواحد هو الحفنة التي يستعملها الإنسان هكذا بكلتا يديه يملأ غير قابض وغير باصط يملأ هكذا كفيه هذا يسمى المد قال العلماء القمح بالنسبة للقمح الصاع منه حوالي الفين ومائتين جرام إذن هذا بالنسبة للقمح بالنسبة للشعير حوالي الفين ومائة جرام تقريبا بالنسبة للدقيق حوالي الفين وخمس وسبعون جرام تقريبا بالنسبة للأرز الصاع الواحد يعادل الفين وستمائة وخمس وسبعين جرام تقريبا بالنسبة للتمر الصاع الواحد يساوي الف وثمانمائة جرام تقريبا أما بالنسبة للزبيب فإن الصاع الواحد يساوي تقريبا الفين واربعمائة وَخَمْسُونَ وَعِشُرُونَ عَرَامًا تَقْرِيبًا Donc la mesure qui correspond au sar elle est différente selon ce qui est rempli dans le sar c'est pour cela qu'il faut vérifier qu'elle équivaut à remplir le sar ça veut dire à bien remplir le sar et le sar du prophète correspond à 4 mud et le mud c'est la quantité que l'on peut mettre dans les deux mains lorsqu'elles sont rassemblées donc ça lorsqu'on remplit deux mains rassemblées donc ça c'est un mud et le sar il correspond donc à 4 mud et les savants nous disent que pour le blé un sar ça équivaut à environ 2200 grammes pour l'orge un sar équivaut à environ 2100 grammes pour la farine 2075 grammes pour le riz 2675 grammes pour les dates un sar équivaut à environ 1800 grammes et pour les raisins secs un sar correspond à 2425 grammes « « « « « « « الواجب الذي يعطى كزكاة الفطر العلماء مختلفين على ثلاثة أقوال القول الأول وإليه ذهب المالكية والشافعية فقال أن الواجب من الطعام الذي يعطى كزكاة الفطر هو غالب قوت البلد الناس في البلد ماذا يأكلون غالبا إذن من هذا الأكل من هذا الطعام الذي هو غالب قوت البلد فإننا نعطي زكاة الفطر أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد الإنسان الذي يصوم ماذا يأكل غالبا فمما يأكل من الطعام الذي يأكله غالبا فإنه يعطي زكاة الفطر إذن هذا القول الأول القول الثاني وإليه ذهب الحنابلة أن الواجب على من يدفع زكاة الفطر الواجب عليه يتعين في أحد الأصناف أو الأنواع التي جاءت في حديث أبي سعيد الخضر رضي الله عنه الذي يقول فيه كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله سلم زكاة الفطر على كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام وقلنا الطعام هنا إما الحنطة أو القمح أو صاعا من أقطة الأقطة مثل يعني مثل الجبن أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب يقول أبو سعيد الخضر رضي الله عنه فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي صفيان حاجا أو معتمرا المدينة فكلم الناس على المنبر يعني معاوية في هذا الوقت كان كان هو الخليفة فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني لأرى أن مديني مدين من صمراء الشام اللي هو القمح الشامي القمح الذي في الشام تعدل صاعا من تمر قل مدين من قمح الشام يساوي صاع من تمر المدينة يعني حوالي يعني المدين قلنا بأن المدين هو نسب الصاع المفروض لكن هو يقول بالنسبة لقمح الشام بأنه يعدل الصاع يعني مديني من من قمح الشام يعدل أربعة مدود مما كان يوزن في المدينة قال فأخذ الناس بذلك فأصبح الناس يدفعون الزكاة الفطر بما تكلم به معاوية ابن أبي صفيان رضي الله عنه قال أبو سعيد خدري فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت إذن هذه الأنواع التي يجب أن تخرج في زكاة الفطر على ما قول القول الثاني الذي ذهب إليه حنبلة هي الحنطة والشعير والتمر والأقب والزبيب خمسة أنواع فإذا لم تكن هذه الأنواع موجودة قالوا فإنه يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار كل شيء يعني من الحبوب والثمار التي غير هذه الأسرار الخمسة إذا لم تكن موجودة فإنه إن شاء الله عز وجل يستطيع الإنسان أن يدفعها كزكاة الفطر القول الثالث وإليه ذهب الحنفية قالوا أن الواجب في زكاة الفطر هو البر والشعير والتمر البر يعني القمح والشعير والتمر فهذه الأنواع الثلاثة تعتبر عندهم أصولا لغيرها قال الأصل هي هذه الأنواع الثلاثة البر والشعير والتمر فإذا كان المخرج من الزكاة من الأجناز الأخرى فإن الاعتبار فيها بالقيمة يستطيع يعني الإنسان إذا أراد أن يدفع غير هذه الأصناف الثلاثة عند الحنفية فإنه يأتي إلى قيمة البر أو قيمة الشعير أو قيمة التمر القيمة بها يشتري الأصناف الأخرى ويدفع كزكاة الفطر rado فإذ ستري جمع كذلك ستري قيمة المظاهر البر العديد التور الترة الثلاثة ستري أو احضرت البر . تريب موسيقى 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 autre que les cinq aliments évoqués dans les textes Abu Hanifa et l'Imam Ahmed aussi permettent de payer la zakat al-faitr sous forme de farine et Ibn Hazm al-Zahiri la seule zakat pour lui elle est sous forme de date et d'orge et cela il est valide pour lui alors c'est ce qui concerne le الطعام الذي يخرج كزكاة الواجب من الطعام الذي يخرج كزكاة الفطر الحنفية جوزوا رأوا أنه يجوز إخراجوا القيمة من النقود في زكاة الفطر المال الفلوس النقود تخرج يعني رأوا ذلك أنه يجوز إخراجوا في زكاة الفطر وهي عندها الحنفية أفضل من إخراج الطعام لماذا قالوا لكون الفقير يستطيع أن يشتري بالمال أي شيء يريده في يوم العيد هذا الرأي الرأي الحنفية لكن الجمهور جمهور العلماء لم يروا جواز دفع القيمة هم لا يرون أنه يجوز دفع المال كزكاة الفطر لعدم النص عليها لأنه لا يوجد نص يدل على يعني جواز دفع القيمة في زكاة الفطر قال العلماء ولا شك أن دفع القيمة في زكاة الفطر خاصة من الحنفية أنه أنفع للفقير وأيسر وأسهل وأسرع في سد خلته بل أضمن في حصول النفع كاملا له لأن حاجة الفقير لا نعلمها قد لا تكون معينة في الحنطة أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب أو أي شيء يعني مقتات آخر وإنما قد يكون محتاجا هذا الفقير يكون محتاجا إلى النقود فلسداد مثلا أجرة السكن أو لشراء لوازمه الضرورية من الملابس أو غير ذلك وعند دفع الزكاة من الأعيان المذكورة في الحديث أو من أي مقتات في البلد يتكلف الفقير مؤونة البيع رأينا كثير من الناس من الفقراء الذين تلقوا زكاة الفطر يذهبون إلى السوق ليبيعوا هذه الزكاة التي تحصل عليها من البر أو من الشعير أو من الزبيب أو التمر إلى غير ذلك كذلك نرى بأنه حتى ينقص من سعر هذه الأعيان التي تحصل عليها في زكاة الفطر وخاصة إذا كانت من الأعيان أو من الأصناف التي ليس لها رواج في السوق التي لا يشتريها الناس كثيرا أو الأنواع الأقل جودة لا تكون جيدة لذلك كله فيرى بعض العلماء بأن دفع القيمة في زكاة الفطر هو أنفع للفقير وأيسر ليس لديعد بم ؟ لذلك كلنا لديهم على حتى ماليك و inconsر لم يحدد من السوق يُقيد على ذكر بالكتور ونونج يستمر كلنا أعطوق للغاية رحمه الله وخفى س máquinaبار وسب två39 من دولع وعمر وبدالعزز لحمه الله وحسن البصري وعطاء جلماmor أمد يؤدي بأهدثر في vilناية ومعينة وكي دولع وليس ا�동ان وبنام double عالف آقار En valeur monétaire il y a le hadith où le prophète dit épargner leur la mondicité de ce jour-ci. Ils disent que ceci peut se réaliser aussi bien en leur donnant les aliments ou leur valeur. Et la valeur peut même s'avérer plus utile car si le pauvre reçoit trop de nourriture il sera obligé donc d'en vendre une partie. Or la valeur lui permet d'acheter ce dont il a besoin comme nourriture, vêtements ou autres besoins. Ibn al-Mundir dit que les compagnons ont permis de sortir la moitié de sarre de blé car il estimait que ceci avait la même valeur qu'un sarre de date ou de blé. Ceci est plus facile de nos jours étant donné que les gens n'utilisent plus que la monnaie dans leurs différents échanges. Ceci est également plus utile aux pauvres. En fait le prophète a prescrit la zakat al-faitra sous forme d'aliments pour deux raisons. La première pour la rareté des biens monétaires à cette époque. Donc donner de la nourriture était plus facile pour le donneur et plus utile pour le pauvre. Et la deuxième raison c'est que la valeur de la monnaie change d'une époque à l'autre. En déterminant le montant de la zakat par le sarre cela permet de pouvoir déterminer la zakat d'une manière précise. Puis ils disent qu'est-ce qui est meilleur ? Est-ce que payer la zakat en valeur monétaire ou sous forme d'aliments ? Cela dépend de la situation. Si la valeur monétaire est plus utile aux pauvres alors payer la zakat en valeur monétaire est meilleur. Et la payer sous forme d'aliments est meilleure si cela est plus utile aux pauvres comme en temps de famine par exemple. Donc ça ce qui est relatif au paiement de zakat al-faitra en valeur monétaire. ما هي مصارف الزكاة إلى من تعطى الزكاة؟ من هم الأشخاص الذين يستحقون زكاة الفطر؟ اختلف الفقهاء في من تصرف إليهم زكاة الفطر على قولين. القول الأول وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والشفعية والحنابلة في القول الراجح أن مصرفها هو مصرف زكاة المال. الناس الذين يستحقون زكاة الفطر هم الذين يستحقون زكاة المال. فيجوز صرفها إلى الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نحن نشخل جديد. نحن نشخل من الذين يستحقون زكاة الوطر في الشفعية والحنبده أن نشاركية المال. لذلك في وقت الحنفية في الأصنافية الماليسي يقولون إليه 8 متجارات الى سبحانه في اطلاق الت PRIME لا يقول الله سبحانه دائم يقول لت أطلاق فالسدقت différence أنه للوطنة اسمهم هو الذي يتجب أن يعني إجلبت البرس العسل على الشركات الليع وعليك لا يتجب أن الله وعليك لا يتجب أن تعيب وعلم الله و الله أمني و أمني سيد و سيد سبحانه وتعالى بَلْ إِنَّ الشَّافِعِيَا أَوْجَبُ قِسْمَتَا عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَا إِذَا وُجِدُوا donc les shafi'id ils vont même plus loin ils disent si on a les huit catégories qui sont ce qui existe donc notre zakat al-faitr il faut la partager entre les huit catégories القول الثاني وإليه ذهب المالكية والحنابلة في القول الآخر قالوا أن زكاة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين فقط وليست عامة في جميع مصارف زكاة المال وضعها إلى غير الفقراء والمساكين لورود اختصاص هذه الزكاة بهم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق نعم حيث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهنا النبي عليه وسلم في هذا الحديث حدد يعني مصرف زكاة الفطر وهو المساكين فقال وطعمة للمساكين donc le deuxième avis c'est celui des malikites et des hanbalites le deuxième avis c'est que زكاة الفطر concerne particulièrement les pauvres et les nécessiteux et qu'elle ne concerne pas les autres catégories qui méritent زكاة المال donc il n'est pas permis selon cet avis de donner زكاة الفطر à autres que les pauvres et les nécessiteux puisque le prophète a dit dans le hadith de Ibn Abbas il a dit que le prophète a imposé زكاة الفطر comme purification pour le jeûneur donc des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres donc dans ce hadith le prophète il précise bien que cette nourriture doit être donnée donc aux pauvres et nécessiteux le prophète 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 أين تغرب شمس آخر يوم من رمضان المكان الذي فيه تغرب الشمس من آخر يوم من رمضان فإن هذا الصائم يدفعها في هذا المكان وفي المكان الذي يوجد فيها الشخص المزكي حين وجوبها عليه فتفرق هذه الزكاة على مستحقها في هذا البلد في هذا المكان ولا يجوز نقلها منه إلا إذا لم يوجد من يستحقها لحديث عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسوله سلم بعث معادا إلى اليمن وكان مما قال في هذا الحديث فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هذا إذن في حالة وجود مستحقين لهذه الزكاة في هذا البلد ومما اعتبره الجمهور جمهور العلماء هو مسافة القصر يعني 85 كيلو يعني في محيط 85 كيلو يستطيع الإنسان أن يدفع زكاة الفطر وزكاة المال كذلك والحلفية اجتثنوا من ذلك فقالوا لا بأس أن يخرجها من وجبت عليه إلى قرابته من أهل الحاجة وذلك لما في هذا الأمر من صلة الرحم وكذلك إذا نقالها إلى قوم هم أحوج من أهل بلده إليه إلى هذه الزكاة أو إلى من هو أصلح وأورع أو أنفع للمسلمين يعني الحنفية يرون بأنه يستطيع الإنسان أن يدفع زكاة ويخرجها في بلد آخر إذا كانت هناك مصلحة وكان هناك ناس يستحقون أكثر إلى هذه الزكاة قال ودليلهم في ذلك الأثر الوارد عن طاوس قال معاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل الصحابي رضي الله عنه لأهل الماء اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم يعني أسهل عليكم يقول أهل اليمن وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لأنه كان سوف يبعث بهذه الزكاة إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة إذن هنا نرى بأنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر والله تعالى أعلى وأعلم Donc où donner زكاة الفتر Les savants nous disent que normalement زكاة الفتر Ou bien la زكاة sur les biens doit être donnée dans le pays où se trouve la personne au moment où cette زكاة devient obligatoire On avait dit que la زكاة devient obligatoire avec le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan Donc où se trouve cette personne Elle va donner sa زكاة الفتر Et elle va la donner aux gens qui la méritent Et les savants nous disent que Le pays ou bien l'endroit où il se trouve Il est déterminé dans un rayon de 85 kilomètres En fait c'est la distance qu'on parcourt Pour ça veut dire devenir voyageur Le deuxième avis Donc est celui des Hanafites Qui autorisent de payer زكاة الفتر Ou bien de la donner dans un autre pays Ou bien dans un autre endroit Hors de l'endroit où se trouve la personne qui doit donner cette زكاة Il dit lorsqu'il y a un besoin Lorsque des gens ailleurs ils ont besoin de cette زكاة الفتر Ils sont dans une famine, dans une guerre, etc. Et qu'ils ont plus besoin de cette زكاة الفتر A ce moment là il est autorisé donc de leur envoyer cette زكاة الفتر Wallahu ta'ala a'la wa a'alam J'ai eu une question Avec cette question on va clôturer donc ce sujet de زكاة الفتر Donc il y a un couple La femme avec certains de ses enfants se trouve ici en France Et le mari avec d'autres enfants se trouve à Singapour A Singapour Donc qui doit donner زكاة الفتر Qui doit la payer Et où peut-on donner cette زكاة الفتر Donc selon tous les avis qu'on vient de voir Il est possible que le mari Qui se trouve à Singapour De payer زكاة الفتر Pour lui et pour ses enfants Qui se trouve avec lui Et pour sa femme et ses enfants qui se trouvent ici en France Donc il n'y a aucun problème à le faire 와서 il n' � dalla J'ai d'la Adulte J'ai envie de faire J'sécs J'se l'autre